انا الاخيرة وانا كلمت حركم عنه قبل الفصل مباشرة وهي فكرة الاسعار قصة الاسعار دي قصة قديمة جديدة يعني تقريبا من ساعة منا تولدت على الاقل ما شفتش وقت الشعب المصري ما كانش بيشتكي فيه من الاسعار وعلى فكرة هذه الشكوى له حق فيها يعني طول الوقت الاجور غير متناسبة مع الاسعار طول الوقت الاسعار فيها مغالاة ده اضف الى ذلك موضوع الاستراد موضوع الدولار موضوع فرق العملة اضف الى ذلك بعض الممارسات السلبية من جشع بعض التجار فطول الوقت الاسعار مش عجبانة وطول الوقت عندنا الكلمة دي بتاعة تسعيلة الجبرية والاقتصوديات السوق المفتوح خلينا نعملها قابلة للعرض والطلب وعندنا آليات من الضبط التجارة العالمية وكلام الكتير ده في الاسبوع الاخير بعض النواب اللي هما ممثلي الشعب قالوا واضح انه قدرة الحكومة على ضبط الاسواق وضبط الاسعار والسيطرة على الاسواق مش نفعة بعد بعود متوالية من الحكومة فبالتالي ما عندناش حل غير ان احنا نضغط على الحكومة بالعودة الى التسعيلة الجبرية هل فكرة تسعيلة الجبرية دي عافى عليها الزمن خلاص ما ينفعش نرجع لها طب ينفعش نرجع لها بس بآليات مختلفة هل لازم نكمل بموضوع العرض والطلب دي اسئلة كلها منطقية وبتوجه بيها لضيفي العزيز الاستاذ مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القبضة للصناعات الغذائية اهلا وسهلا اهلا ازاي حضرينك اهلا اهلا تنفع لرجع لها هي تأهلا الرجوع للتسعيلة الجبرية سهلة جدا في اي وقت يعني ممكن من بكرة الصبح بس العواقب بقى اللي موجودة زي بحدك قلت الدستور في مدتين 28 و 36 اه عمل حرية السوق والتدول السلع احنا لنا تجارب سابقة في هذا الموضوع ان السلع لما تسعرت اختفت اختفت الحاجة التانية حضرتك الناس المستثمرين اللي عاوزين ييجوا استثمروا في البلد حيعيد التفكير لو احنا سعرنا تسعيلة جبرية ليه فن لان هما بيجيبوا عاملين حسابتهم ودرساتهم في اسعار محاية تحب حددة لان اغلب المواد الخام الدخلة في الصناعة بيجيبوها من الخارج تمام وبالتالي ممكن اسعار العالمية تغلى خبير حضرتك فمش هيقدر يبيع بالسعر المحدد من قبل الدولة كويس فالافضل في هذا الموضوع انه العملية تمشي بالعرض والطلب خطبت سعادتك لاني اذا موت حركة التسعير سهلة جدا في ثانية بكرة الصبح يعني سعادة الوزير يعمل تسعيرة لكن ده مش في صالح المستهلك المصري مش في صالح المستهلك المصري طبعا المستهلك متخيل ان ده اللي في صالحه لا عشان يمنع المغالاة في الاسعار حركة احنا كان عندنا في شهر تسع اللي فات كنا ابتدينا نصعر السكر لان كان فيه مشكلة كان فيه زي عجز في الكميات فابتدينا نصعر السكر السكر اختفى خالص من السوق ابتدينا نضخ سكر زيادة وابتدينا نستورة السكر لان كان السكر المحلي انتاجه يبتدي في شهر يناير فكناش لسه بننتج فاترينا نجيب كميات ضخمة من الخارج ورغم ان كان فيه مشكلة فيه توفير العملة في هذا الشأن يعني لكن احنا سعرنا السكر اختفى فيه عنده موجود عند التجار لكن مش موجود المواطن مش حاسس به لان التسعيرة دي هي التجار كانوا شايفين انها تسعيرة ظالمة تسعيرة اه متدنية بما لا تساوي التكلفة فبالتالي حجبوا السرعة حجبوها بفعلا يعني طيب البديل للأسف أمر ما احنا بنكلم دلوقتي على اختيارين كلاهما أمر زي ما بيقول طيب التسعيرة الجبريحة بتقول سهل ان احنا نطبقها من بكرة بس عواقبها هتبقى وخيمة سواء على التاجر المصري او على المستثمر الأجنبي تمام طيب ترك الموضوع لقاليات العرض والطلب كمان نتائجها احنا شفناها فبالتالي هو احنا ما عندناش غير المر والأمر تمام الحركة لازم نحن نعترف ان هناك فجوة ما بين الانتاج وبين الاستهلاج طول ما فجوة دي موجودة لازم هيبقى فيه مشكلة اوه اوه وانا من هنا من برنامج بتحضرتك بناشد المواطن انه هو اوه يساعد الدولة الدولة بتسعى دائما لانها توفر له السلع بأسعار مناسبة تتناسب معها لعموم العموم الشعب يعني لازم المواطن يبقى ايجابي معها في هذا الاطار انه هي انه هو اه ما يتنزلش عن حقه يحافظ على حقه جدا ويطالب به اه انه هو اه اي واحد حاسس انه هو اه البطاقة اللي عملها مثلا تحت التموين اه لا يستحق اه لا يستحق انه هو يدخل في هذه المنظومة فالوحده يعني ده ايجابية من المواطن مش عاوزين المواطن دايما يعني اه المواطن ظروفه صعبة انا طبعا احنا مش اه مؤترفين بهذا زي ما حدك قلت الاسعار زادت والدولار سعر تصرف التعمل لكن احنا بناشد المواطن انه هو يكون ايجابي والمشكلة دي هتختفي اللي حددك الاسعار وكده لما الانتاج يبقى متوفر يبقى عرضه طلب فعلا يبقى السوق مليان يبقى اه طيب هنا المواطن يعني طبعا فكرة انه المواطن ايجابي دي انا محرك فيها في الدعوة لها لكن كمان المواطن بيقولك طب ما لازم الدولة تبقى ايجابية طب فكرة العرض والطلب وتوفير الانتاج دي مش قصتي انا كمواطن انا بشتغل شغلي ولمنزل السوق لازم الاقي السلعة متوفرة تمام زي بقى حضرتك طبعا في ناس ضعاف النفوس موجودين لا شك في هذا وطبعا دول موجودين من من زمن بعيد جدا انهما بيستغلوا فرصة في اي حاجة يعني هلاك عارف اكتر مني يا مجدي بيه انه مش حقدة نقول كل ان التعميم غلط لكن كتير من الازمات اللي في اسواقنا تخص بعض السلعة ازمات مصنوعة تمام فهنا انا كمواطن مليش دور فيها ده بالعكس انا اللي بكفع التمن ازاي فان ده الوقت انا بقى عارف ان الراجل ده البقال ده او السور ماركت ده عنده سكر مسلا تمام وخبيه اعمل ايه ما سيبوش لا منبلغ يعني انا حرادك انا في في عندنا كزي انا عارف من ايه انهم خبية فان انا بخش البقال او السور ماركت اخش اقول له في سكر اقول لنا مفيش هاخش اقصر المخزن لا مش لا مش كده يعني هو دايما المواطن اللي قاعد جنب المحل او بتاعد عارف اللي بيحصل مفيش شك يعني واحد بيتدول او بيتعامل مع هذا المحل بيبلغ بيكلم بيرغي اخبية حرادك يعني فيه نقاش بيحصل خصوصا الناس اللي هي اه غلابة اخبية حرادك فاللي بيحصل انه هناك ناس عارفة كويس جدا المحل ده يعني انا مثلا عندي سوء ماركت عارف ومثلا دخلت في ازمة السكر قلتول عندك سكر قال لي بخموصر جنيه كان هو مصعر السعر بتسعة جنيه ساعتها طيب الدين هو عرفني فراح جاب السكر من المخزن جوه من بيته من بيته والدهوني فدي وقعة يعني حصلت فعلا معايا وده اللي بيحصل وانا عارف ان ناس كتير انا بلغت طبعا عنه عشان لان السكر متوفر وفي افس الوقت مش متوفر صحيح قبل ساتك يعني هي دي الدولة مشكلة زي موت حضرتك الدولة بتبتدي تستورد عشان تغطي لكن السكر موجود على سبيل المثالي مفهوم طيب دلوقتي اذا ارتضينا جبرا ان احنا نفضل بقليات العرض والطلب الحكومة تقريبا مفيش كل اسبوع بيطلع تصريح سواء من رئيس الحكومة او من وزير التموين بان احنا هنعمل رقابة على الاسواق هنعمل حالة لضبط الاسعار والحقيقة كل الوعود دي بتفشل بس انا الحقيقة عارف ليه سبب بتفشل لانه الحكومة ما عندهش قليات يعني اذا كنا اتفقنا انه ما فيش تسعير جابري وما عنديش محدد يخلينا نزل للبقال ده اقول له انت بتبيع السلعة دي بالرقم ده ليه او حتى كشك السجال لما السجال عملت وقالك السجال تبنى كذا وكذا ما فيش قليات السجال معلمة من ربوره الشركة الشرقية الدخابة تقولي ان نتعرها بكذا لكن لو رحتوا لكشك ولقيتوا بيبيعوا بخمسين جنيه ما عندكش قلية في القانون تقوله انت كده قلطان تعالى حقبض عليك او عامل لك غرامة فبالتالي كل الوعود الحكومية دي ويعود في الهواء لانك ما تدرش تطبقها تمام هو دورات ازا ما قلت لحضراتك لازم المواطن يبقى ايجابي ويساعد الدول بس ما فيش دوره على الحكومة لا الحكومة الحكومة فيها جهزة فيها باحث تاموين في جهاز حماية المستهلك باحث تاموين دي يا فندم تنزل تعمل ايه وهده انا سؤالي لما تكلمت بباحث تاموين وقلت لهم انتو دوركو في ايه قال لي انا دوري بنزل اشوف بس لو التاجر بخبي السلعة او لو السلعة جاء المطابقة للمواصفات متخزنة غلط مش عارف ايه بايزة فزدة كذا لكن فيما يتعلق بالاسعار ولا يقدر افتح بقي مع التاجر ما هي نفس المشكلة حضرتك لو احنا سعارنا نفس المشكلة مش هتجدي في شيء لانه هو الراجل بتاع ما باحث تاموين احنا الاجهزة دي برضو مش ممكن هتغطي الجمهورية بالكامل مصبوط لا يمكن فقوله حركة لا نازم المواطن يساعد النهاردة انا عندنا مشكلة مثلا في الرز الرز الشعير مثلا الرز الشعير الدولة الفلاح جمع كميات ضخمة جدا والي وردوا للدولة كميات ضئيلة جدا اطرد الدولة انها هي تستورد تستورد النهاردة الحكومة او في الاجهزة المختصة بتعمل عملية زي طول حركة مطاردة للناس دي خبه لك عندهم سبعة ونص مليون طن شعير رز شعير فكميات ضخمة جدا تكفي حضرتك وتصدر النهاردة حركة انت بتستورد رز التسعير او الحاجات دي انا من وجهة نظري مش هو الحل الحل ان احنا نزود المنتج بتاعنا في هذا الاطار سواء بالمنتج اللي عندنا جوه او بسد الفجوة ما بين الاستيلاج وما بين الانتاج هو ده الحل الوحيد ده الحل الوحيد لكن انا الحاجات دي كتسعيرة مش هتجدي في شيء خالص طيب فكرة الانتاج دي جزء منها برضو كبير يا سيد مجدي ملقع على الحكومة ليه لانه احنا برضو سايبين المزارعين يزرعوا بمزاجهم اللي عايز يزرع فراولة اللي عايز يزرع وكذا وانا حتى كلمت مع زملاء في وزارة الزراع اكتر من مرة ان احنا ما عندناش للأسف مصر الدولة الزراعية الكبيرة ايه لحد النهاردة احنا ما عندناش خريطة زراعية لحد النهاردة ما عندناش خريطة زراعية مش عارفين ايه بيتزرع فين فبالتالي الحصيلة الزراعية عندنا عشوائية طب احنا دولة عارفين مشاكلنا وعارفين جزء كبير من العملة بيروح فين عشان نستورد سلعة إيه لأن فيها عجز طب ما نعمل خريطة زراعية وهي دي اللي ممكن شوية بفيها إجبار هي دي اللي نقول محافظة كذا تزرع كذا كذا ألف فداني يزرع لكذا عشان عايز محصول قدره كذا وعايز الأمح كذا والشعير كذا والبرسيم كذا وكذا وما يخير عن ذلك بقى اللي عايز يزع فراء ولو اللي عايز يزع كذا للتصدير أو كذا أهلا وسهلا لكن ما يفعش مصر تبقى متسابة إن اللي يتزرع أولا بقى شوف بعد كذا نتيجته أنا منطفق جدا مع السادتك فإذا فعلا طبعا لطبعا دي وزارة الزراعة كان زمان حضرتك لو أنت حراك فاكر كان فيه الإرشاد الزراعي طبعا وكان المهند الزراعي بينزل بتاع الجمعيات يرشد الفلاح ويساعده والنهاردة إحنا عاوزين الحاجات دي ترجع تاني فعلا لأن إحنا يعني مثلا حراك الزيت الزيت بتاعنا إحنا بنستورد 95% منه من الخارج 95% 95% بيستورد من الخارج الزيت الخام طبعا لازم ده يبقى زي مشروع قومي زي بنجر السكر زي أصب السكر زي الأمح طبعا لك ده مشروع قومي يتعامل حتى يكفي البلد حتى خلال 10-15 سنة صحيح طيب دي حيوصلنا النقطة تانية وحراك أكيد متابعها أنه الفلاح يقولك طيب أنا بزرع اللي الحكومة بتقول عليه في بعض الأحيان لكن المحصولي ده بروح فين الحكومة اللي بتشتري الحكومة بتقوم حد دالي سعر بخص للمحصول بتاعي فبالتالي ما بيوجه ما بيكفيش معايا تمن التكلفة والزراعة والاستماد وكذا وكذا فلدرجة أنه بي بعض الفلاحين يقولك أنا أحرق المحصول أحسن بدل ما أبيعه بالسعر الخسارة ده لو حضرتك الحكومة بقالها سنتين هذا الكلام أو هذا المفهوم بتغير خالص بتقليل أن القصب السعر التوريد زاد والأمح سعر التوريد بتاعه زاد والبنجر نفس الحكاية فإذن إحنا لازم الأمور تطورت جدا عن زمان كان زمان يقولك لا هي كده وخلي بالحضرتك فيه سلع أو فيه زراعات الفلاح لازم يؤرد للحكومة زي الأمح وزي الأصب وزي البنجر هاي بسخدها مني بسعر مناسب ومرضي على الأقل لأنا بشتغل وبكسب عشان أزرع السنة الجاية بالأسعار زاد طب بتتبع على كل سنة الخناء اللي بتحصل ما قبط المفلاحين تطلع وتقولك لا فالحكومة تقعد فتزود 500 جنيه تزود 1000 جنيه طب بتحط سعر مناسب من الأول في كل الأحوال لما تكسب الفلاح هنا أحسن ما تكسب الفلاح بره ودفع بالعملة الصغر يعني بالمنطق كده أنا أكسب فلاح بتاعي هنا وأدفع له بالمصري ولا استورد من أوكرانيا ولا روسيا وأدفع بالدولار المنطق يقول إيه المنطق طبعا أن أنا أنفع الفلاح بتاعي وشجعه أنه يزود المحصول السنة اللي بعدها وده أتتبع فعلا من سنتين حتى سعر التوريد كمان ابتدأ يدفع فورا يعني حركة التوريد ابتدأ يدفع على طول وده برضو كانت مشكلة بتعاني من هذا الزمان وبرضو يعني الشيء بالشيء يذكر الأمح السنة دي ابتدى الموسم بتاعه من نصر بعدها وبرضو لسات الوزير الدكتور العالم الصالحي عمل فكر جديد جدا المراضي وعمل اجتماعات كتيرة جدا مع المقتصين أهم حاجة في الحدث دي أنا شايفها من وجهة نظري إن هو عمل فتح حسابات في البروك البنك الأهلي والبنك مصر والبنك الزراع المصري وبالساتك عايز إن الفلاح يصرف فلوسه خلال 72 ساعة بالكتير أول مرة تحصل الجهة المسوقة اللي بتاخد الأمح بتطلع له الشيك وبيروح يصرفه على طول طيب إحنا كان عندنا مجد بإيه شركات ومصانع قومية كانت جميلة وشغالة وربحة يعني الغريب إنها كان بتكسب يعني وانا صغير أنا فاكر كنا بنقعد نتنشأ على عصير أهى فاكروا حضرتك طبعا العصير كنت بتعمله بالفتاح الخرم دي وتنزل من ناحية تانية وبتاع وإدفينة ومش عارف إيه وكذا والحقيقة كان بتكسب ومكسرة الدنيا راح فين حاجات دي أهوت فينا موجودين وهتشوفهم حرارك في رمضان في معارض أهلنا الرمضان انتاج غزير جدا دول تبع الشركة القادمة في عشرين سنة وقعوا مننا من الساعة ما كنت بدور عليهم وكان هو ده العصير الحلو بالنسبة لنا في مرة واحدة فجوة حصلت اختفت وبقى إينا نشرب المستورة كان معتها لا هو موجودة فنم بس هي مشكلتنا إن احنا ما بنتطورش دي مشكلة المصانع كلها زي الغزل والنسيق بحرارك دي مشكلة الحكومة لا ما نقول حركة يعني دا يعني عوز إيه نحنا يا ريس لما بقى فيه خلط على الحكومة أقول ما هو ما بنطورش دي مين المستهلك أنا مش غلط على أنا طول الوقت عجباني كان عجبني أهدى معاصيل أهدى كنتم أدور عليه مرة واحدة ما لقيتوش في السوق مرة واحدة بقيت يعني كنتم روح زبان من صيف في اسكندرية كاللكشاك بتاعت لو تفكر في المعمورة والمنتزى أهدى كان عليها ضرب نار كنا بنقف في الطوابير عشان ناخد العصير وناخد فواكه المحفوظة ومشي عاديون حاجات بتاعتهم مرة واحدة الإكشاك دي نفسها راحت ما بيتش موجودة وبين نروح سومر ماراكت نجيب الاسكوتلندي والدنماركي والهولندي وكذا ففيه فجوة حصلت والعبش عندي أنا طول الوقت كمستالج الطلب بتاعي كان موجود حراكة آهة واتفينة رجعت بقالها سنتين برضو حراكة حتى في القطاع الخاص موجودة دلوقتي بغزارة وانتاجها متميز جدا يعني وزلت الوقت السوفر ماركت حلاقي عصير آهة واتفينة كل موجود كل موجود يعني بقالهم فعلا سنتين طوروا آهة بالذات طورت نفسها وموجود منتجاتها في القطاع الخاص طبعا أنا بوجه فسألت هنا مش عارب بقى مين اللي حاسب العشرين سنة اللي وقعوا دول يعني ماسل كان ده يجعوا خلاص بقى مش قصتك ما دي بقى شو ما تقولش معاه في الحرج أنا بسأل دلوقتي العشرين سنة ولا خمسون سنة اللي وقعت فيهم العصير والمنتجات الوطنية دي مين اللي حاسب عليهم يعني يقولوني السبب في بعض المصانع الحكومة كان بتقول احنا اضطرنا نوقفها لانها كان بتخسر ماشي معاين أنا ضد فكرة ان انا وقف حاجة بتخسر لانه اللي بيخسر ده بيخسر جهل في الإدارة انا غير الإدارة اللي بتخسر عشان اجيب إدارة رابحة ده العلم اللي اتعلمته لكن ماشي لكن انا بتكلم على شكات بتكسم بقول لحضراتكم كنا احنا كمواطنين بننزل ندور على الكشاك بتاعة اهوئة فينا دي ونقف قدما بالطوابير عشان اكون منتجاتها المحلية الصنع عالية الجودة وطلبنا طول الوقت كان مستمر مرة واحدة اختفت من الأسواء بفعل فاعل مين بقى اللي يدفع الفاتورة دي لازم حد يرفع صباعه يعني بطالب أقول الحكومة تعمل تعقيق وتشوف مين المتسبب في الفجوة اللي حصرت لها واتفينة عشرين سنة لحد ما ربنا كرمهم وطلعهم من التلاجة من سنة سنتين بس زي ما مجد بيقول هي طبعا القيادة السياسية فعلا رئيس مهتمة جدا بقاها واتفينة على فكرة على سبيل الخصوص يعني لأن الشركات دي احنا من زمان كنا عارفينها وحسين بيها وكانت هي الوحيدة اللي موجودة في السوق المصري وكانت ممتازة حتى ما مش ناخدها مقبرين طبعا ناخدها لأن المنتج كويس طبعا فهو فيه اهتمام فعلا بيها والحاجات دي كلها ان شاء الله هترجع تاني بإذن الله يعني طيب عندنا مشكلة ايه تاني في الصناعات الجزائية ببعط راحك في المطبخ بقا مفيش مشاكل خالص المشاكل مفيش مشاكل دي يعني موجودة احنا اه بنوفر الشركات عندنا الشركة القبضة للصناعات الجزائية طبعا طبعا وزارة التموين فيها حوالي 34 شركة متخصصة فيه انتاج السلع الغزائية وتوزيحها والسلع الغزائية الاساسية بالذات اللي هي زي الزيت وزي السكر وزي الدقيق وزي الرز طبعا لتلبية احتاجات المواطن بأسعار تناسبه وتكفي احتياجات الشريحة وحركوا من الشركة القبضة مش كده الشركة القبضة قبضة على ايه على الشركات التابعة اللي معاها اما نفاهم بس يعني قبضة عليها بانهي مفهوم قبضة اللي هو بتحط سياستها ولا مجرد بس بتعاكموها لو اخطأت بتصلحوا ادارتها يعني قبضة عليهم بانهي قبضة لا بتدير محافظها ادارة المحافظ اه ادارة المحافظ ايجمالوش علاقة بادارتها شخصيا لا هي طبعا الادارة طبعا موجودة يعني لازم شركات بتتابع نشاطها يعني شركة قدامك بتدير غلط وبتخسر تمام دورك معها ايه لازم انا اصحح المصار بي في دراسات بتتمي في الشركة القبضة عندنا جهات داخل الشركة القبضة بتدرس هذه اسباب هذه الخسائر ايوه وبنعالجها ازاي بقى ايه صلاحياتك ايا كان ما في جمعية ما عليك بيقولتني في الاول ان انا مسؤولة عن محافظها المالية لكن لا مش حركة تقدر تشيل مديرها او مجلس diadareتها طبعا حركة انا في الجمعية باغر السنة بحسبوا على المحافظة السنة المالية المنتهية اه في اخر السنة في جمعية عامة بتتم كويس جمعية عامة دي بتاعت الشركة القبضة الشركة القبضة لي بترقص الشركة التابعة لما بتيجي تعرض الميزانية بتاعتها بتعرضها لا أي الجمعية العامة دي بتاعت مين بتاعت الشركة التابعة دي لكن برقصها pod possono شركة القبضة كويس قلت بالساتك تمام وفي الآخر خالص بيشوف النشاط وحجم العمل لقيته البدورية بتخسر بتاخد قرار الجامعية بتاخد قرار لأن فيه أعضاء مجلس إدارة موجودين وفيه ناس موجودة فبياخدوا قرار في هذا الشأن آخر المرة شلته حد كان إمتى جمعة لفاته لا لا آخر الجامعيات السنة دي شلنا تلاتة تلات شركات شلته مجالس إدارتها مجالس إدارتها وعينته مجالس أخرى عيننا مفوض وعصوموا عيننا بعد كده مفوض يعني يعني مفوض للإدارة لغاية ما نعين المجلس والمفوض ده بالله أدي له تلات شهور بس وبيطلع وبيمشي وبييجي مجلس جديد أي يعني تعينه أم لا لسه تعينه أم لا تعينه أم لا تعينه وفيه اختلاف طبعا اللي نقناهم بقى يعني بيختلفوا عن الأولينين لا غيرين بني أنا عارف طبعا بحيس أنا فيه اختلاف النتيجة طبعا مش حابان دلوقتي لكن بس فيه بقى من الشركة دي كنت تخسروا شغالها وحش وانتاجها وحش المواشرات بنت ايه بقى بتارت يعني فيه شركة بدون يعني كانت محققة خسائر السنة الفاتت حوالي بتقول حركة شركة ايه بش شركة مطاحن جنوب القاهرة مطاحن جنوب مطاحن 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 بتخسر يعني مش لعين بتاع مطاحن لا ما هي برضو هي الظروف الظروف دي كانت قبل كده يعني هو رئيس شركة تعين رئيس شركة جديد والله العظيم بس مش قصتك بس الناس دي ناس بتحاكم لما يبقى موضوع يعني عليه طلب وكل مطحن قد كده خلاص بيكسب وبيحقق ارباح خيالية ونيجي احنا نخسر لا ما اقول حدك حاجة شا عايقوا ليه لا هو فيه فيه حاجات ساعد يعني فيه الاتزامات علينا اتجاه المواطن فدي ممكن تتسبب فيه خسائر خلاص الشركة دي حضر والنبي ما تشوف لهم اعظار والنبي ما تشوف لهم اعظار احنا بنتكلم على ان فيه هدر كامل لثروات البلد دي زي ما انا قلت دلوقتي وانت حدك عندك تفسير ليا في موضوعها وانت فينا حدك قلتلي رجعوا الحمد لله وكده السياسية الجديدة مهتمة وكا الفجوة بتاعت العشرين سنة دي عند حضرتك تفسير احنا ليه خسرنا يعني ممكن نقعدنا وانت نحسب دلوقتي الخسائر التي طالت الشركة دي من عدم وجود منتجاتها في الاسواق عشرين سنة رغم الطلب ممكن تخيلت كم ده مليارات المليارات مين اللي يحسب على ده ملاش مين اللي يحسب على ده عندك تفسير ليه الفجوة دي حصلت حاجة نجحة مكسرت دنيا الشعب المصري كله بيدور عليها مرة واحدة مش موجودة ودخلت فيه ثبات عميق عشرين سنة ومرة واحدة رجعت دلوقتي نحييها فيه الغاز في مصر الحقيقة ملهاش ملهاش تفسير مش عارف اقولك ايه بس ملهاش تفسير ده هي أفدنا بالشركات دي يعني احنا كنا بال يعني الشركات دي بتلت فعلا تنشط من جديد تاني خالص وكل المشاكل اللي فاتت احنا عالجناها وان شاء الله هتلاقي حضرتك الامور افضل جدا وشاءها فعلا ودفينها موجودين في كل الاسواق المحالات الخاصة طيب اقول لي حضرتك اخيرا السياسات او الفكر اللي بتتبعوه فترة اللي جاية سواء في مسألة الخريطة التوزيعية سواء فكرة الاحياء ودعا اعطاء دعم للشركات والقطاعات اللي تبع عليك وعشان تنجح وكمان ازاي نقدر نسهل الحياة على المستهلك هو دولة يا فنم الشركة القبضة هدفها الاساسي انها يتوفر السلع للمواطنين ده هدفها يعني قبل حردك لان هي بتنتج السلع دي وبتوزحها عندها شركات عندنا ارقام الفجوة ايه اللي بيحتاجين نشتغل على حضرتك لو احنا اخدنا السلع يعني مثلا السكر احنا بننتج تلتين احتياجنا بننتج حوالي اتنين وتلاتة او اتنين من عشر مليون طن سكر اه في السنة بنجر وقصب واحنا احتياجاتنا اه تلاتة وتلاتة من عشر بنستورد حوالي واحد واحد من عشر اه تلت كويس الزيت ازاي بيقول حضرتك 95% بيستورده تمام الزيت طيب مش ده يعني القصة السكر ده يعني تمشي شوية لكن الزيت ما تمشيش الفجوة رهيبة 95% من استهلاكنا بناخده من برا لازم نتعامل وقفة ده عاوز مشروع قومي يا تامر بيه زي الزبط بنجر السكر وزي القصب زي ما قلت لحضرتك لازم مشروع قومي يتنفذ على خطة زمانية ليه مشروع قومي ما هو ليه برضو بتصعبها لا مش مصعبها يعني احنا محتاجين ايه حركة تطلع اللاتشير قبضة تقول يا جماعة بما ان الفجوة عندنا كده سد الفجوة شوية يقول مثلا ان احنا لازم بسرعة نعمل اربع مصانع يتعمل مجمع صناعي هنا في الحتة دي خمس مصانع كذا يطلعوا لي انتاج في السنة كذا يسد يعني افكرة مشروع قومي دي حتدخلنا في قصة طبعا احنا بقى اننا خمسين سنة مستنقين مشروع قومي للتعليم وحنموت قبل ما التعليم تصلح اقول لها لك مشروع قومي لان ده داخل فيه زراعة وداخل فيه التموين وداخل فيه الفلاح وداخل فيه تصلاح الاراضي فلازم انا لو لا ترم من الدنيا دي كلها على مستوى القومي وتحط خطة وداخل فوضات التطلع يعني انا محتاجة اعمل مجلس اعلى علشان موضوع الزيت لا مش مجلس اعلى وده موضوع مش مهم من السهل يعني طبعا ده انا بقول لحاجة لها اهمية اه لها اهمية جدا يعني في صراحة يعني احنا نوفر الزيت من السلع الاستراتيجية جدا اه الزيت والسكر ورز دون معروفين يعني طبعا فالمشروع ده لو اتعمل يعني على حتى فترة زمنية خطة كل سنة مثلا عشر في المية سبعة في المية هتبقى عاملية نكحة جدا لان الفلاح لازم الفلاح يبقى عنده اقتناع بهذا لازم يقولك يكون فيه تشجيع من الدولة للفلاح ان هو يزرع وحنساعدك وحنمدلك المستزمات الانتاج وحناخد منك المحصول بسعر كذا فالمواطن حيبتدي يشتغل واحنا عندنا مصانعنا ممكن تحصر للحبوب الزيته دي طبعا مش محتاج مصانع زي الحاجة بتقول المصالع موجودة احنا بنجيبه الزيت من بره خام بس محتاجين الخام الزيت خام بنجيبه من بره طب بنجيبه من بره اللي بعمل احنا بنجيبه من بره لو احنا عملنا كده المصانع تستغل فكله يستفيد تمام وبعدين بالعكس الحبوب دي لما بتتعصر بتطلع كذب بتعمل عرف يعني بيبقى فيها السمدات التانية كويسة جدا ومربحة يعني مجدي بيحداك شرفتيني معلش انا اتقلت عليك شواريات لكن احنا هدفنا طول الوقت ان احنا نيسر حياة الناس وانا واحداك وانا وانت من الناس فعايزين حياتنا تتيسر ونلاقي السلع ونلاقي الصناعة المصرية كمان في احسن حالاتها بس انا ليه طلب قبل ما حرك تغادرنا تحت امرك بكرة ممكن تبعتلي صندوقين اها وقت فينا انا ايا ممكن ممكن بس مش تبعتلي على البيت تبعتلي هنا الستوديو حاضر هنا الستوديو وانا هطلع من لهم دعاية مجانية وقول لهم السلع اللي كنا مندور عليها في التسعينات وبداية الالفنات وكذا وحنشرب وحننبسط اولا نتأكد من ان جودة المنتج زي ما هي من عشرين سنة نملك اتنين عشان نقول للناس صناعتنا الوطنية هي موجودة ما تقعدوش تجري وراء الاجنبي في السوبر برد تمام وكمان حضراتك هم عاملين السنة دي حاجات جديدة طمر هندي ابعت يا رايس ايا يعني بقول حالك حاجات لرمضان كمان لا فيه كل حاجة فيه صلصة وفيه ماشا ابعت وحندفع بالتكلفة ادفع لنا ابعت لنا بس سندرين تلاتة بكرة انا هبقول لك اهو انا هعمل لكم دعاية لمنتجاتنا الوطنية احنا هنصدق نصدق حاجة لازم احنا نقف وراء اتشرفتني يا مانجيني شكرا جزيلا بسيقى حضراتكم اوعيدكم بكرة ان شاء الله عصير ومشاريب وحاجات لطيفة في الحياة اليوم اسباحة لخير